عبدالحفيظ بوصوفي هذه الورقة لعيسى التومي أبو الاستعلامات الجزائرية هكذا كان يلقب الرجل إبان الثورة التحريرية عبدالحفيظ بوصوف من موليد السابع عشر أوت عام 1926 بمدينة ميلا وأحد الرجال الأفداد الذين صنعوا تاريخ الجزائري وملاحمها البطولية ضد المستعمر الفرنسي انخلط مبكرا في العمل السياسي في صفوف حزب الشعب وأسس خلايا تضم مجموعة من المناظلين الذين فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر عام 1954 بعد مؤتمر الصمام أصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وعين وزيرا للاتصالات العامة والتسليح في الحكومة المؤقتة وأسس جهاز الاستعلامات عام 1957 وبفضل حنكته أحبط العديد من المخططات المعادية للثورة وأدى دورا كبيرا في تكوين إطارات في هذا المجال سهمت في بناء الدولة الجزائرية المستقلة ثلاثة وثلاثون سنة تمر على رحيل الرجل وفي الذكرى عبر للأجيال المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر